اشتركوا في القناة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وبعد قال الله العظيم في كتابه الكريم مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم كل تصرف من تصرفات الإنسان هي ضمن دائرة العلم والجهل فالذي يعلم عمله يكون صحيحاً إذا أقدم بناء على علمه والذي يجهل عمله يكون سيئاً وغير صحيح إذا كان المنطلق الجهل أنت إذا عرفت قيمة العلم تتعلم إذا عرفت قيمة النجاح تحاول أن تنجح إذا عرفت قيمة الصحة تحافظ عليها لكن إذا جهلت قيمة العلم تبقى جاهلاً إلى الأبد إذا لم تعرف قيمة أي شيء فإنك لا تبحث عنه من لا يعرف قيمة النجاح في هذه الحياة فإذا فشل يرى ذلك إنجازاً أنه فشل لأنه لا يعرف قيمة النجاح وكذلك في بقية الأمور ما لا تعرفه فأنت لا تبحث عنه بشكل عام الناس يبحثون عن بعض الأمور التي يعرفون قيمتها وإن كانوا يتجاوزون يتجاوزون الحدود في ذلك كل الناس يبحثون عن الدينار والدرهم كل الناس يبحثون عن المال كثير من الناس يبحثون عن ميمات ثلاث ميم المال ميم الملك ميم المرأة لكنهم قد يتجاوزون الحدود في البحث عن ذلك إذا لم تكن تعرف قيمة شيء فأنت تتعامل معه بغير ما هو له في قرية في جنوب أفريقيا قريبة من مناجم الألماس كان أحد الخبراء في معرفة الجواهر يمشي فإذا به يرى أطفال يلعبون بشيء كالزجاج أو حسب تعبير العراقيين مثل دعبولة بس ما مرتبة ما منظمة أو مثل تيلة مثل ما أهل الخليج يقولون يلعبون بزجاج في الأرض نظر وهو العارف بالألماس وجد أن هناك ألماس من بين هذه الأشياء التي يلعبون بها وهي كبيرة ولها قيمتها فتقدم أخذها نظر إليها رأى أنها ألماس سألهم أين بيتكم دلوه على البيت جاء رأى بيتا متواضعا حقيرا فطرق الباب خرج رجل رث الثياب آثار الفقر بادية عليه قال هل هؤلاء الأطفال يرتبطون بك قال نعم قال إنهم يلعبون بالشارع ظن الرجل أنه جاء يشتكي لأنهم يلعبون ويصيحون ويخربطون قال يا هذا إن هذه ألماسة كان الرجل أمينا ويحتفظ بالصفات الأخلاقية وإلا من يعرف مثل ذلك يسرق الألماسة ويذهب قال يا هذا إن هذه ألماسة لها قيمتها فأخذها الرجل ثم باعها في السوق وبدل بيته المتواضع إلى قصر وتحولت حياته رأسا على عقب كثير من الناس كانوا يعيشون في هذه المنطقة ومن تحتهم تجري آبار البترول وفي بعض المناطق كانت هناك بحيرات من الذهب الأسود لكنهم لم يكونوا يعرفون قيمة البترول قيمة النفط بل كانوا يتعاملون معه كمادة نجسة مطاهرة يعتبروها نجسة لكن حينما عرفوا قيمة البترول تحولت حياتهم رأسا على عقب وكذلك فيما يرتبط ببقية الأمور من لا يعرف قيمة العلم ينظر إلى العلماء كمجموعة من المتخلفين خاصة إذا كان يملك الأموال فهو يغتر بها ويحقر العلم يقال إن شابا دخل في حوزة لكي يتعلم علم الدين ودرس وبعد فترة من الزمن احتاج إلى أن يذهب إلى الحمام وفي السابق لم تكن هناك حمامات في البيوت وإنما حمامات عامة وإلى الآن هناك حمامات عمومية في كثيرا من البلدان ومنها هنا الحمام التركي معروف لكن الناس لا يحتاجون إلى الحمامات في هذه الأيام الحمامات العمومية عبارة عن خزان الماء الحار فيه يذهبون ثم يغسلون أنفسهم ثم يتطهرون في هذا الخزان ويخرجون وكان الواحد إذا دخل الحمام لا يحتاج إلا إلى عشرين فلس قيمة ما يصرفه من المال وما يستخدمه في الحمام هذا الرجل درس في الحوزة فترة من الزمن تعلم علم الفقه الحلال والحرام وتعلم بعض الآيات وتفسيرها لكن لم يكن يملكه مالا ما عندي عشرين فلس دخل وتسل خلص طلع صاحب الحمام قال لي عشرين فلس قال ما عندي لكن أعلمك تفسير آية قال لي تفسير آية شنو ينفعني قال لزي أنا أعلمك مسألة شرعية قالت مسألة شرعية شنو فائدتها لي يا أبو أذكر لك أحاديث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا ما ينفعني شال إيده والطرقة الطرقة والطردة من الحمام دخلتني عشرين فلس هذه الأشياء ما تنفعني الشاب صارت عنده ردة فعل بدل أن يذهب إلى الحوزة ويواصل دراسته ذهب إلى البيت ما حضر ليوم الأول يوم الثاني ليوم الثالث وكان من عادة المدرسين والعلماء في السابق إذا غاب التلميذ ثلاثة أيام يعتبرونه مريضا فيعودونه اللي كان يدرسه ويدرس غيره قاموا يا التلاميذ خد نزور فلان صار للثلاث أيام مدى يحضر طرقوا عليه الباب فتح دخلوا خير شبيك قال ما بي شيء مريض لا شو مدى تحضر قال هذا العلم شون ينفعني وين ينفعني هذا العلم اللي أدرسه ثم قص لأستاذه قصته قال أنا رايح الحمام بمقدار عشرين فلس ما فادني هذا اللي اتعلمت من عندك وأنا الآن أدور أي شغل يدر علي مالا حتى لو أصير حمال كولي شوية حصل فلوس عشرين فلس ما قدره صاحب الحمام بمقدار الآيات القرآنية وتفسيرها ومقدار الحلال والحرام والمسألة الشرعية والروايات الأستاذ قال لي ما يخالف أنا عندي فرد خاتم هذا الخاتم أريد أبيعة إذا ممكن تروح تعرضه على نفس صاحب الحمام شوف شقد يقدره إلك وارجع إلي وخبرني راح قال له هذا الخاتم تشتري كم قال له فلس رجع قال هذا قال بس فلس قال له الآن روح عند الخبازين أعرض عليهم هذا الخاتم عرض الخاتم على عدة من الأشخاص من الخبازين اعطوا واحد ثلاثة فلوس واحد أربعة فلوس واحد خمسة فلوس رجع قال له هذا أكثر من خمسة فلوس ما جاب الخاتم قال له الآن روح اعرض على البقالين كل يوم يدز على فئة من فئات الناس شغلهم مو في الخواتم شغلهم مو في المجوهرات فيقدروا تقدير بسيط آخر يوم قال له الآن اذهب إلى الصاغة الذين يبيعون الذهب والفضة والمجوهرات شوف اشقد يعطوك بيه وتعال خبرني اول واحد راح لقل لعشر دنانير ركض إلى صاحبة من فلس وفلس إلى عشر دنانير قال له لا اصبر بعد روح على واحد ثاني اعطاه 12 دينار ثالث 15 رابع عشرين لما رجع قال له شوف اللي ما يعرفك ما يقدرك اللي ما يعرف الشي ما يقدر ذول مو شغلهم مجوهرات ذول تعاملهم مع اشياء عادية انت العلم ما لك ينفع لكن لمن يعرف قدره اللي يعرف قيمة العلم يقدرك رايح على صاحب حمام وما عندك عشرين فلس وبدل ان يقدرك ويسمع من عندك ضربك الطراب وره هذا طبيعي اصحاب العلم والمعرفة يعرفون قيمة عملك نحن مع هذه المسألة لابد أن نعرف يعني مثلا من لا يعرف الله لا يقدره وما القرآن يقول وما قدر الله حق قدره كأن رب العالمين موظف عنده احيانا يطلب من الله شيء والله لا يعطيه فيعاتب ربه ويكفر لان ما محصل فلان شيء وما عرف الله حق قدره هذا الكون الذي ترونه الآن وقد اكتشف البشر الفين مليار مجر فيها وكل مجر فيها مائتين مليون أو مائتين مليار منظومة شمسية وحد من عده منظومتنا الشمسية ربنا خلق هذا الكون من العدم في لحظة إرادة هذه قدرة الله هذه عظمة الله ويعلم ما توسوس به نفسه شوف أنت في داخل جسمك عندك أعضاء عندك قلب عندك كليتين عندك كبد عندك السلسلة العصبية عندك الأعضاء المختلفة منها عروقك الطفل اللي يجي للدنيا بمقدار الذراع هو أقل من ذراع وزنه في المعدل ثلاث كيلوات تدري هذا الطفل في جسم مية وخمسة وستين ألف كيلو متر من العروق مية وخمسة وستين ألف كيلو متر وهذا الدم يجري في هذه العروق بعض العروق ضيقة إلى درجة أن كل كريات الحبراء كل وحدة 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 تدخل بها ولو أن عرقا من مية وخمسين ألف كيلو متر من العروق انفجر في دماغك صار بسكتة قلبية لو انفجر في قلبك صار عنده سكتة دماغية سكتة قلبية إلى آخره يعني هذا الرب الذي له هذه القدرة هذه الحكمة وكل واحد منكم خلقه الله بإرادة خاصة من عنده رب السماوات والأرض ربك خلق الشمس لك والقمر لك والنجوم لك والجبال لك والبحار لك والأشجار لك والحشرات لك والحيوانات لك اعرف قيمة الله ولو أننا لن نستطيع أن نستوعب قدرة الله أكو مشتركات بيننا وبين الله بس بالإسم يعني نقول أنا عالم وألا عالم أسعلم الله غير علمي أنا قادر وألا قادر لكن مو بمعنى قدرة البشر عالم إذ لا معلوم وقادر إذ لا مقدور حقيقة بعض الأوقات أشكر الله على أن إرادته تعلقت بالخلق قرر في لحظة من اللحظات أن يخلق الكون قرر أن يخلق ني قرر أن يخلق الناس لأن الله ما خلق كل هذا الكون لأنه كان يستوحش وحده يريد استانس بخلقه ولا لأن منفعة تصل إليه من البشر ولا من بقية الكائنات الله غني عن العباد لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه حينما تعرف قدر الله تعرف قيمة حينما تجلس أمامه وقد أذن لك في دعائه اللهم ما أذنت لك لي في دعائك ومسألتك أذن إلك يسمعك بحول الله وقوته أقوم وأقعد سمع الله وبحمده يعني إذا ملك من الملوك يملك شيء بسيط من مصائر العباد سمح لك تروح يم أو دعاك إلى بيته أو أرسل لك رسالة تهدأ بمناسبة ميلادك أو ميلاد ابنك هذه الرسالة تحتفظ بيها فلان واحد أرسل لي هذه الرسالة زين رب العالمين خالق الأكوان وخالقك والذي يتصرف في داخلك الآن وأنت جالس هنا تستمع إليه ولا تعرف ما الذي يجري في داخلك مملكة كاملة في داخلك كل خلية من الخلايا وهي بالمليارات هي عبارة عن مدينة كاملة تعرفون اليوم سأضم لك مثال أكو كلية إصطناعية جهاز يربطون العروق به فهذا الجهاز يغسل الدم مثل ما الكلية تعمل اللي يصابون بتوقف الكليتين لازم عدهم غسيل بالأسبوع يوم أو يومين لكن لو أرادوا أن يصدعوا كبد كبد يقوم كبد صناعي يقوم بما يقوم به كبد أي واحد منا ومنكم الكبد مثل المصفات النفط رفينري هذا هذا الكبد إذا رادوا يسوون أجهزة اللي تقوم بعمل الكبد إش قد يحتاجون إلى أجهزة بقد مدينة نيويورك لازم يملؤون أجهزة حتى هذه الأجهزة تقوم بعمل الكبد لذلك ما كو شيء إذا الكبد توقف إلا زراعة الكبد يأخذون كبد من واحد ثاني ويزرعوا في جسم هذا اللي كبد صاير في إشكال أقول إن الله بعظمته والذي خلق أذن لك في دعائه ومسألته قلت إذن توقف قدامه تخضع تقول الله أكبر ويسمعك يسمع اللي بقلبك ويعرف شن اللي ده يجري الآن من عواطف من أمور في داخل قلبك إذا عرفت الله يختلف أمراك وإلا اللي ما يعرف الله يتخذ أي واحد ربا أحيانا يتخذ البقرة ربا كما يعبد بعض الهندوس البقرة أو بعضهم يتخذ شجرة ربا أو في الجاهلية كانوا يعبدون 350 صنم وبعضها مصنوع من التمر تمر هذا يسوي مثل الإنسان ويعبد هذا ربنا إي أنت اللي سويت إي بس هو رب حتى إذا جاعوا كلهم هجموا على هذا الرب ما لهم واحد أكل إيده واحد أكل رجله واحد أكل خشف واحد أكل أذنه أكله والرب ما لهم ما يعرف الله في شيء لا يعرف فيعبد البقرة ويعبد الشجرة ويعبد الحيوان والإنسان وإلى آخر في اليابان هناك قوم يعبدون الإبرة الإبرة ربهم أنت ممكن تتعجب طبعا لازم تعجب لكن هذا هو الواقع أخواني يطلبون منكم القيام رحم الله من ذكر القائمة من آل محمد فظلوا شوي قد شكرا وكما أننا حينما نعرف قيمة الشيء نتعامل معه كما يلزم بالشكل الصحيح كذلك لو جهلنا قيمة الشيء ربما نتعامل معه بشكل خاطئ شوف أحيانا تشوف الطفل لا يلعب من جملة يصير قريب إلى أسلاك الكهرباء هم يريد العب بها وإذا الأب يقفز عليه ويمسك بيده حتى لا يلعب الكهرباء كهرباء فيها قوة خطرة تقتل الإنسان في الحديث الشريف ثلاث قليلها كثير شيء بسيط من عنده آية النار والمرض والعدو لو أنك أشعلت كبريت بشكل خاطئ وثم رميت بقاياه على الأرض ربما تشعل بيت أو بيوت أو مدينة النار تنتقل من مكان لمكان وكذلك المرض أحيانا يأتيك مرض بسيط بس لا تعتبر بسيط المرض قليله كثير لازم تهتم بي هذا الكورونا اللي يجي في العالم واللي شل الكرة الأرضية وقتل الملايين من الناس في كل مكان وغلقت المتاجر والمحلات والجامعات والمدارس كل مقدار ما نشر في هذه الأرض من الفيروس بمقدار ملعقة صغيرة ما للأكل الفيروس ما يرى بالعين حتى أنني أتذكر قلت لو كان من الممكن تصوير البشرية الرؤساء الدول والأغنياء والزعماء كلهم وفيهم يرجفون قدامهم فالشي ما يبين فيروس صغير بس يمكن يكون قاتل ويمكن أن يقضي على الملايين لو لا أن تضافرت الجهود لتوقيفه واليوم يتحدثون عن فيروس قاتل جديد أجار أن الله وإياكم منه ربما يظهر في المستقبل وأربعين بالمئة من الذين يصابون به يموتون شيء بسيط وفي الظاهر لكن مثل النار قليله كثير والعدو قد تكون حكومة تستهين بأحد الرجال حاكم ظالم طاغوت يمتلك مصائر الناس أموالهم وقراراته تسري في البيوت في الأزقة في الشوارع يقدر يهدم وطن يقدر ينمي وطن كل شيء يبيده ثم يقوم أمامه تائر بسيط يستهين به لكن العدو وإن كان قليلا فهو كثير على كل حال نحن في مسألة الزهراء سلام الله عليها لابد أن نعرفها لا بمعنى أن نستوعب حقيقة أمرها وهو أمر لا يكون القرآن الكريم تحدث في آيات متعددة عن السيد الزهراء آية المباهلة ونساؤنا ونساءكم ونساءنا ونساءكم سورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هي في حق فاطمة وزوجها وبنيها وخدمتها فضل سورة كاملة وهذه السورة الكاملة رب العالمين أنزلها وكما يقول أصحاب التفاسير هؤلاء يقولون أنه كلما تحدث القرآن عن الجنة من جملة الأشياء التي يتحدث رب العالمين عنها الحور العين الأكل الشروب القصور والحور ولعل كثير من الرجال يرغبون في الجنة لوجود الحور العين وفي الروايات لو أن حورية أطلت على الكرة الأرضية لمات كل الناس من شدة الفرح لأن الفرح كالحزن ربما يكون قاتل اسمع هذه السورة المبارك يبدأ القرآن الكريم حديث عام عن الإنسان وأن في داخله كوام خيرة وكوام شريرة أنت في داخلك أكو أشياء تدعوك إلى الخير أكو أشياء تدعوك إلى الشر كوام خيرة وكوام شريرة إذا أثرت الكوام الخيرة تكون من الخيرين إذا أثرت الكوام الشريرة تكون من الأشرار ليش نحن مطلوب نروح للمجالس مجالس الوعظ إلى المراكز المقدسة حتى نثير في أنفسنا الكوام للخيرة أما اللي يروح للمراقص ومراكز الفسق والفجور فهؤلاء يثيرون في أنفسهم الكوام الشريرة من يعيش من السراخ يصبح سارقا من يعيش مع الظلم يصبح ظالما ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وقد قال الإمام الصادق أتركون أدنى الميل لطرعوا إياهم طرع من عدهم الظروف تأثر عليك هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا قبل مئة سنة منه من عندنا كان موجود ما أعتقد عندنا واحد هنا عمره فوق المية الكرة الأرضية شكت عمره خمسة آلاف مليون عام خمس مليارات مئة سنة لا شيء بعد مئة سنة أكو واحد من الذول الحاضرين يكون موجود لا ما كنا خلقنا الله هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه إحنا خلقنا الإنسان نطفة مخلوطة خير شر ظلمة نور صلاح فساد إيمان نفاق في كل الناس النطفة أمشاج ليش حتى نبتليه حتى نمتحنا نشوف بإرادته يقرر أن يكون من أهل الخير أو بإرادته يكون من أهل الشر إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا أعطيناه عند عين يقدر يشوف عند أذن يقدر يسمع إذا ما يعرف خليه يتعلم عند وسيلة التعلم إنا هديناه السبيل إحنا علمنا السبيل الطريق الصحيح وين من وين الله هدانا من فطرتنا يعني أكفد واحد ولو في غابات الأمازون يوم اللي يقتل فرطف البريء ما يدري أن هذا خطأ يدري هذا خطأ والمحاكم تحكم بناء على فطرتنا السارق ما يقدر يجي في المحكمة يقول ما كنت أعرف أن السرقة ممنوعة ما كنت أعرف أن القتل شي موزين ما يقدر يقول لأن يدري أن فطرته تدل على ذلك إما شاكرا وإما كفورا إما يشكر ربه المنعم عليه وهي الحكمة ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر الله شلون أعطى لقمان الحكمة لقمان ما كان نبي لكن في القرآن عندنا سورة باسمه ورب العالمين يتحدث عنه كان عنده حكمة حكمة شنوه أنه أنا منعم علي لا صحتي من عندي لا سلامتي لا أعضائي ولا وجودي ولا أن نعمل لخلقها الله كلها من الله أنا منعم أنا منعم عليه والله هو المنعم إما شاكرا يعرف قيمة النعمة كما تقول السيدة الزهراء سلام الله عليها أنه في الطعام سمان خصال كم واحدة من عده واجبة مثل أن تعرف أن هذا من الله والثانية أن تشكر الله تشكر الله إما شاكرا وإما كفورا إنا احتدنا للكافرين سلاسل أعود بالله وأغلالا وسعيرا إن الأبرار بعد ما يقدم القرآن هذه المقدمة يتحدث عن الزهراء يتحدث عن الإمام علي يتحدث عن الحسن والحسين مرض الحسن والحسين فجاء النبي لعيادتهما ثم أوصل الزهراء بأن تنذر نذرا حتى رب العالمين يشافي الحسن والحسين فنذرت إن أنعم الله على ولديها بالشفاء تصوم ثلاثة أيام صاموا ثلاثة أيام الأكل ما لهم شيء بسيط طبعا فعند الإفطار إجاهم يوم سائل يوم يتيم يوم أسير يتيم أسير سائل إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر النذر اللي ينذره ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا أول ليلة إجاهم مسكين عند الإفطار فاطمة أعطت قرصها الإمام علي كذلك والحسن والحسين وفضل بس شربوا مول بسنا على سفرة الإفطار قد عندنا ألوان من الطعام ومعدهم ماء وخبز الخبز اللي هو الطعام أنفقوه إنما ويطعمون الطعام على حبه يعني على حب الله أو على محبتهم له مع أنه يحتاجون إلى مسكينا ويتيما وأسيرا ليلة ثانية هم صاموا على الماء إجاهم يتيم وطرق عليهم والباب يا أهل بيت رسول الله أنا يتيم هم أعطوا طعامهم بعد ليلة الثالثة الغريب الأسير هو العدو الذي جاء واشترك في القتال وهو يريد أن يشرب الدم المؤمنين والمسلمين لكن فشل أخذوا أسير الأسارة ما كانوا يسجنوهم إنما يقسموهم على الناس فهذا في بيته ويتعاملون وياه تعامل أولادهم كما في الإسلام وأسيرا هذا الأسير العدو اللي الآن صار مضطر يريد أكل ما عنده يجع على باب بيتهم هذا اليوم الثالث ثلاثة يام ما ما أكلهم هم أعطوا طعامهم إليه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا خاف من الله خاف من يوم القيامة قيامة مخيفة النار مخيفة مرعبة خاف من الله نفي بالنذر لأنه نذرنا وواجب الوفاء بالنذر ونطعم الطعام لأن هناك جائع فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة الصبر من صفات فاطمة ألم تقل صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرن لياليا ولمن صبر وظفر فإن ذلك من عزم الأمور صبر شيء مهم واحد يصبر على جوعة على عطشة يصبر على المعصية الآن تراءت لك معصية عجلة فيها لذة راحة اصبر لتقدم ثم القرآن يتحدث عن الجنة من دون أن يذكر الحور العين ليش في كل الآيات الحديث عن الجنة فيها حديث عن الحور العين إلا في هذه السورة لأن هذه السورة نزلت في حق فاطمة الله خلوني هنا أنا أعرج على قضية أكو بعض الرجال يريد أن أذي مرته يقول ترى أزوج عليك يريد أن أذي مرته ترى أطلقك يريد أن أذي مرته ترى أطلقك ميجوز ترعب زوجتك على شنو حتى له بالمزاح شوف رب العالمين وهو الذي خلق النبي وأهل بيتي وهو الذي خلق الخلق يوم القضية توصل في غير للمرأة يتجنب ذكر الحور العين لتفكر أنه إذا تتكلم يا مرتك وتقول راح أتزوج عليك هذا شي بسيط حركت بي لسانك لكن عند الله كبير أنت جرحت قلب أنت كسرت قلب هذا مو فن أن تكسر قلب استضعف جعلت مصيرها معك شوف الرجال لا يربط مصيرها بمصير مرتك بس المرأة تربط مصيرها بمصير زوجها إذا تسعد تسعد وياك تنزل تنزل وياك تصير غني تصير غنية تصير فقيرة تصير فقيرة ربطت حياتها بحياتك ليش تأذيها؟ ليش ترتاح؟ يوم اللي تشوف هي متأذاية هذه مستضعفة آخر ما وصى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المرأة واليتيم لأن المرأة مهما كانت أكو استثناءات في الكرة الأرضية المرأة تتجبر تتكبر لكن بشكل عام المرأة مستضعفة تحت قبضة الرجل والرجل يأذيها وإلى آخره فشوي يدير بالكم في هذه المسائل خاصة في العلاقات الزوجية إنها إنسانة أنت اشتركت معها في إدارة الحياة أنت مسؤول كما هي مسؤولة بعض الأزواج يقولون التربية شغل المرأة لا التربية شغل الرجل في الدرجة الأولى تربية شغل الرجل والمرأة مشاركة يريد دب الحمل أنت لازم تربييني الأولاد نعم هي لازم تربي بمقدار خمسين بالمية وانت لازم تربي بمقدار خمسين بالمية فإذا تركت الأولاد للمرأة أن تربي فأنت لم تؤدي ما عليك غير اللي حملت وحدة ثانية خطيئة حملك هذا ما يصير التربية شغل الرجل دخل النبي في مسجده ذات يوم وقال ألا لا يسبن أحد منكم أباه في الجاهلية وكانوا يهتمون بأباه أباءهم فجي مقدس عدهم كانوا يعبدوهم كانوا يعبدون أجدادهم فالنبي قال ألا لا يسبن أحد منكم أباه قالوا يا رسل الله وهل هناك أحد يسب أباه قالوا نعم إذا واحد طلع برة وسوال فرد مكسورة بالشارع الناس يتقول الله يلعن أباه أنت اللي سببت لعنك بعض الأماكن كاتبين أنه لا ترمي القمامة هنا واللي يرمي القمامة الله يلعن أباه فالتربية مسؤولية الرجل طبعا وصل التربية الثلاث ما رد توسع في هذا الجانب الأمر الأول حسن العلاقة بين الزوج والزوجة علاقتك جيدة مع زوجتك هذا النموذج لأولادك أما إذا بالبيت يومي عركة ويومي صياح ويومي أعوذ بالله ضرب أولادك خوش تعلمون من عندك مرة شفت واحد كنا مدعوين على عشاء إيده مجروحة بالشقة قتله بالمزاح شنو متعارك ويمرتك قال إي قلت ليش قال والله جيت للبيت وقلت لي بارحة وين شنت قلت قلت ذيك زوجتي قلت لأ صدق متزوج قلت لا أريت أذيها قالت شنو أنت متزوج علي قلت إيه فقامت تلاسن ويايا تلاسنت وياها شنت إيدي وضربتها قلت ليش ليش ضربتها قال مو أبويا كان يضرب أمي لطيف المعلم ما لأبوه والأبو كان يضرب أمه الحسن العلاقة بين الزوجة والزوجة شوف العلاقة بين أمير المؤمنين وفاطمة دولنا ماذا يجعلنا ميصر تقول ذاك علي وهي فاطمة صحيح بس هم قدواتنا لازم يتعلم من عدهم يعني الإمام علي يقول يا ابنة رسول الله دائما يخاطبه ابنة رسول الله يا أبو الحسن تقول له فاطمة احترام وتبادل من الدرجة الأولى منذ البداية سأكون فرد واحد يهين مرتبة مختلف أنواع الأهانة بلا سبب وكيف أيضا ليش لأن يريد يبين فحولته قوة سلطته على هذه المستضعف المسكينة أمامه رحاي قوتك طلعها بالطاغوت أوقف أمام الطغاة في هذه الأرض مو على هذه المسكينة يناديها نداءات موجيدة مو حسنة أصلا مستحب الإنسان ينادي الشخص بأحب الأسماء إلي سواء كان صديق أو أبو أو ابن أو زوج أو زوجة ما الذي يحب أن تقول له أبو فلان قل له أبو فلان إذا كان هناك اسم عفوا ما يرتاح إلى لتجيبه قال فرد واحد قلت قاعد في مظيف شخص بعدين شفت هذا ينادي ينادي شنو يا هوشة يا هوشة قلت له شميه هذا هوشة يعني البقرة قلت له إيه من تنادي يا المرتي المرتي سميه هوشة فأنا قلت له قلت له أدري إذا المره هو شخص الزوج شنو يطلع ثور ليش يستم نفسك خليك عاقل الأخلاق الطيبة بين الزوج والزوجة من أصول التربية لقمة الحلال من أصول التربية لأن الحرام يؤثر على الأعقاب فلوس الحرام والحلال مو مهم عنده ياخذ منا ومناك يسرق لك وطن شركات عادي عنده دياكل تفاح وفرتقال بس إن الذين يأكلون أموال اليتاما ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا هذا فيه أعقابك يستمر ليش يحن نلعن بني أمية قاطبة عاشوا على الحرام من عهد الجاهلية كانوا يعيشون على السلب والنهب وسرقة الأموال والدجل على الناس فهذا استمر فيه صاروا مجموعة من اللصوص والقتل وأكلة أموال الناس ثم رماهم الله عز وجل في مزبلة التاريخ واللعنات تطرى عليهم بعد ألوف السنوات ربما ملايين السنوات اللهم العن بني أمية قاطبة شنو كانوا بني أمية لم يكونوا يرعون الله عز وجل في شيء ما كانوا يتقون الله ما كان عذم وراء ما كان عذم تقوة يعني يمشي على الباطل مو مهم عنده باطل حق خير شار صلاح فساد كل لا يشقده يمشي ده يأكل ويشرب بس يأثر على عقبة والأمر الثالث النموذج الطيب الإمام علي نموذج من أفضل النماذج التي خدمها الله عز وجل في هذه الأمة علي سلام الله علي جوارة خلقها الله وصاغها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما تعرف قيمة فاطمة تعرف أن أفضل النماذج هي فاطمة بعد أكثر من ألف وثلاثمائة وقريب تسعين عام فاطمة نموذج اسمها في كل مكان أمرها ثمنطعش سنة لكن هذه ثمنطعش سنة هي قدوة ماكو خطأ سوة في هذه الحياة كانت تفكر في الآخرين وتهتم بالآخرين وتدعو للآخرين وتعمل الخير للآخرين ولذلك أنزل الله في حقها بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر كوثر يعني شنو الخير الذي لا ينقطع خير مستمر ولا نعرف قيمة هذا الخير إلا يوم القيامة حينما نطلب من الله عز وجل أن يحشرنا معها وفي درجتها إن شاء الله إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر أشكر الله إن شانئك هو الأبتر كان يقولون النبي ما عنده عقب ما عنده أولاد يوم اللي يموت كل شيء يروح وهذا كان أيضا في عقول بعض الذين أسلموا ظاهرا مرشنوا مرشنوا قيمتها علي بالنار لأحرق بيوت الظالمين تدري يعني شنو يعني يحرق علي وحسن وحسين وفضة وفاطمة في البيت يحرقهم النار وما توقف في مكان علي بالنار إن في البيت لفاطمة وإن هاي مرأة هاي حقلية الجاهلية تعرف قيمة فاطمة فتعرف قيمتك بمعرفتها أن تعرفها أن تذكر اسمها أنا في الحقيقة سوايا أكو حاجي بسأجيب لكم فرض قصة من القصص في مسألة الإمام الصادق سلام الله عليه قبل هذا خلي أقول لكم شيء الإمام الصادق سؤل على ماذا بنيت أمرك أريد نطلع من هذا المجلس بمنهج بسيط جدا صغير المنهج خلي هذا المنهج في بالك تتغير حياتك سؤل على ماذا بنيت أمرك أنت صرت الإمام الصادق بعظمتك هذه بعلمك بتقواك بمقامك عند الله بماذا هذا ما أنت تقدر تسوي هذا المنهج اللي الإمام يقول على ماذا بنيت أمرك أنا يجوني أحيانا بعض الأفراد يقولون أنت على شون بنيت أمرك طبعا أنا عبد صغير 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 إلى ما لا نهاية للأمة الطاهرين سلام الله عليه على ماذا بنيت أمرك فقال الإمام على أربعة أشياء هذه هم أنت ابني أمرك على هذا حياتك ابنيها على هاي الأعمدة الأربعة قال علمت أن عملي لا يعمله غيري فاجتهدت دورك أنت تأدي وعلى الثاني يأدي دورك أنت عملك ما يأدي غيرك عملك الصالح يعني بعض الأفراد يقولون نحن مع علي سلام الله عليه حياته كلها كانت في سبيل الله وجهادا وقتالا ودفاعا عن الرسالة بس صحيفة علي لعلي مو إلك صحيفة حسنات الإمام علي لعلي صحيفة حسنات فاطمة الزهراء لفاطمة الزهراء علمت أن عملي لا يعمله غيري فاجتهدت صار عندي اجتهاد وسعي لأن غيري ما يقدر يسوي وعلمت أن الله عز وجل مطلع علي فاستحييت بعض الناس يعملون المعاصي والله عندهم أهوا من الناظرين ليكون رب العالمين أهوا من الناظرين إليك وعلمت أن الله مطلع على أمري فاستحييت وعلمت أن رزقي لا يأكله غيري أنت لو البشرية كلها أكل الطعام أنت ما تشبع لو البشرية كلها شربت مي أنت ما ترتوي الرزق ما لك ما يأكل غيرك فاطمأنا أنت ما لازم أكون حريص على الطعام وعلمت أن آخر يومي الموت فاستعدت آخر يومنا وين بيتكم وين يا جماعة فالآن مكان ورفة نومك كوي مرتب لكن نهايتك تنام في قبر يعني متر ونوص في ربع متر بس إلى أبد الدار إلى أن جسمك كل يخيس يقولون بعد أيام من دفن الفرد في داخل القبر في داخل اللحد ينتفخ 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 بعدين يطق حسب تعبيرنا ثم التراب وتأكل ذلك الجسد اللي كنا مهتمين بيه بوجهنا بشعرنا باللباسنا وبكذا كل هذا يصير في التراب واللي يبقى وياك عملك أخلاقك طاعتك صلاتك صيامك تعاونك مع الناس مساعدتك للآخرين أذكر هذه القصة عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها في امرأة جاءت إلى السيدة فاطمة قالت إن أمي ضعيفة وسألتها مسألة قالت اسألي فاطمة الزهراء سألت هذه المسألة من السيدة فاطمة سلام الله عليها شرحت لها ما فهمت ما قبضت هذه المرأة أعادت عليها مرة ثانية هم ما فهمت أعادت عليها فاطمة مرة ثالثة رابعة خامسة سادسة سابعة ثامنة تاسعة عشر مرات أعادت عليها ثم خجلت المرأة شافت فاطمة واكفة وياها وقاعدة وياها لتصرف وقتها وهي سيدة النساء العالمين خجلت فقالت فاطمة هاتي سألي سألي لتخجلي سمعت النبي يقول إن من علماء شيعتنا يحشرون فيخلع عليهم خلع الكرامات يوم القيامة رب العالمين يعطينا خلع خلع هدية خلع الكرامات على قدر كثرة علومهم وجدهم في إرشاد عباد الله حتى يخلع على الواحد منهم ألف ألف خلعة من نور شوفوا إحنا هنا نتعاملنا مع الماديات عالم البرزق عالم الآخرة مع شيء آخر من يعرف شنو لكن النور من أبسط الأمور اللي بعض الناس اللي يصير عندهم حالة من الموت السريري ثم يعودون لما يسألوهم يشرحون عن النور كل حديثهم عن النور الله يعطي لبعض هؤلاء العلماء من شيعة النبي وأهل بيتي الذين يجدون في إرشاد الناس يطيهم خلع ألف ألف نور مليون نور في هذه الخلعة وإن سلكا فاتخيط من تلك الخلع طبعا يتكلمون بقيد عقولنا وإن سلكا من تلك الخلع لأفضل مما طلعت عليه الشمس ألف ألف مرة مليون مرة خيط واحد من ذلك سأليه سأليه لتخجلين رب العالمين يعطيه تعالوا نتعلم من الزهراء كيف نعيش الحياة الطيبة الحياة الطيبة في البيت الحياة الطيبة مع الناس تحمل المسؤولية يعني شيء اللي في قدرتنا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتا رب العالمين أعطانا القدرة نتعلم العلم ندرس نتعاون مع الناس نعطيه ونذكرهم مجرد ذكرهم عبادة يعني أنت جاي اليوم هنا إن شاء الله تطلع مننا مختلف تعرف أن لك قيمة عند الله وأن الله خلقك كما خلق غيرك وأن مصيرك مثل مصير غيرك لكن الذي يبقى منك هو العمل الصالح الذي تؤديه خدمة تعطيها لشخص إذا كانت فاطمة الزهراء سلام الله عليها وبعلها وبنوها تنزل في حقهم سورة الإنسان أي الإنسان الكامل لأنهم أعطوا للفقير والمسكين ولأسير طعامهم أنت أيضا أعملها ما الله يطيك الرب هو الرب وسنته هو واحدة اللهم يعطيك قلتهم في هذه الأمور المرأة عندنا تدور فدوحدة ممثلة من آخر الدنيا جاي الساف لماء الهقيمة والله شنو الإعلام يكبرها ويكبرها ويكبرها صار عدفت شي عمي سيدة النساء هنا سيدة نساء العالمين في الدين في الإسلام فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين قلديها وتكونين عند الله مقدرا وعند الكون مقدر الله يجعل الشمس والقمر والنجوم كلها في خدمتك أو في خدمتها اللي تقلد فاطمة الزهراء في أي شيء من أشياء في طيبها في علاقاتها الطيبة مع الناس في عطائها للناس في صبرها في كل ما تعملت في هذه الحياة نرجو من الله أن يهدينا سواء السبيل وأن يوفقنا لإطاعة فاطمة وإطاعة أبيها وزوجها وبنيها وبنيها إن شاء الله وآخر دعوانا للحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين صلى الله عليه وسلم